شكرا لكم زملائي ومتابعي برنامجنا العربي بيت للكل تحية لكل من يتابعنا ولكم أيضا زملائي العزاء حقيقة حلقتنا لهذا اليوم مختلفة تماما تتحدث عن القمة العربية الحقيقة المقامة في الجزائر هذه القمة التي كانت تداعياتها مهمة لكن مخرجات أهم تكون بالنسبة للبلدان العربية وخاصة القضية الفلسطينية التي تعاد قضية العرب الكبرى من خلال هذه الحلقة في القمة العربية في الجزائر نتحدث بأدق التفاصيل لكن الرؤية العراقية تختلف تماما لتداعيات هذه القمة ومخرجاتها سوف تكون ضيفتي في هذه الحلقة من بغداد الأستاذة والباحثة السياسية السهاد الشمري حياة شلس السهاد بنورتنا في برنامجنا العربي بيت للكل نستهلا بحضرتك حياة شلس من خلال أعمال القمة العربية نتحدث اليوم عن دور ريادي عربي كبير من خلال هذه القمة تحية طيبة لحضرتك والكافة مشاهديكم الكرام بما لا يقبل الشك أن العالم منذ ثلاث سنوات يشهد متغيرات كثيرة منها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بضلالها أيضا على الاقتصاد العالمي وبفعل أن الوطن العربي من منظومة أقيمية يؤثر ويتأثر بما يحصل فيها فبالتأكيد تكون هناك تداعيات يجب مناقشتها خلال هذه القمة منها البيئية والاقتصادية وأيضا السياسية والمائية وأيضا التصحر والمناخ كلها أمور جرت مناقشتها في هذه القمة فبالتالي قضية العرب الأوحد هي القضية الفلسطينية طبعا العرب قلبا وقالبا مع أشقائنا الفلسطينيين في وحدة قضيتهم واستعادة بلادهم لكن بأطر قانونية وعدم الذهاب للعنف وأكيد نؤكد على وجود أن القدس هي عاصمة فلسطين العربية فكان موقف العراق واضح وصريح من موضوع التطبيع أيضا في المرحلة الفاتت واليوم أيضا أكد العراق على موقفه أنه مع القضية الفلسطينية في ظل هذه الحكومة الجديدة التي لقد ترحيب كامل من الدول العربية والمنظومة العالمية فبالتالي لدينا هناك حكومة جديدة برؤية جديدة بخارطة سياسية جديدة أكيد سوف يكون لها موقف واضح وصريح فيه هذا المشهد أسوة بما كان عليه العراق من قوانين سابقة حيث تم تجريم التطبيع وأيضا مؤازرة الشعب العراقي لإخوان الفلسطينيين في هذا المرحلة كما نعرف أن العراق الموقف الثابت من القضية الفلسطينية ورفض الحكومة العراقية والشعب لأي أمر يتدخل في شؤون فلسطين خاصة هذا البلد العربي المهم والتي في كل أولويات القمم العربية بالإضافة إلى كل اجتماعات العراق تكون القضية الفلسطينية في المقدمة هل ستكون مخرجات هذه القمة نتاجاتها حقيقية على أرض الواقع بإعادة السلام إلى أرض فلسطين وأيضا بالإضافة لإعادة المهاجرين من فلسطين إلى أرضهم وسكنهم بأمان وسلام أو سوف تكون فقط هي عبارات مكتوبة على الورق كما في السابق يعني بواقعية نتكلم بواقعية اليوم الدول العربية هي كلها تمر بأزمات يعني لا توجد دولة لا توجد لديها أزمات أو مشاكل سواء داخلية أو مع دول الجوار أو مع حتى دول إقليمية عوائق اقتصادية ظهرت بعد المتغيرات الأخيرة الحاصلة ميزان القوة في العالم تغير الآن هناك استقطابات تحدث لقوة جديدة هناك حوكم عالمية بدأت تظهر على المشهد السياسي العالمي ما يتم مناقشة في ظل هذه الظروف بخضم الوضع العربي هناك للأسف لحد الآن لدينا دول عربية فاقدة للقرار السياسي لدينا دول العربية لديها مشاكل داخلية وتعاني من اضطرابات وانشفاقات وظهور مناطق تسقط فيها أصلا الحكم الشرعي للبلاد فبالتالي كتحصل حاصلة هذا كله لا يمكن أن يكون هناك قرار عربي فاعل في هذا الموضوع لم تكن الدول العربية أصلا مستقرة ولا يمكن أن نقول أن هذه المخرجات سوف تنفذ إذا لم يكن لدينا في الدول العربية هناك استقرار سياسي واقتصادي وأيضا قرار عربي بما يخص الشأن العربي فبالتالي هي نقاشات بوجهة نظر الآن هي نقاشات وقرارات تكون مخرجاتها من خلال هذه القمة وتحدثت جنابت عن قضية هذه القمة العربية ومخرجاتها وتداعياتها وأيضا الرؤى المستقبلية بما أنه أكثر البلدان وأغلب البردان العربية تمر بأزمات داخلية اليوم هذه القمة اسمها قمة لم الشمل بين الأشقاء العرب من خلال هذه القمة أيضا اليوم من مخرجاتها بأن وضع قوانين مهمة بعدم التدخل بالشؤون الداخلية للبلدان العربية هل سوف يكون هذا القرار هو رسالة اطمئنان إلى الشعوب العربية بعدم التدخل بشؤونها الداخلية وأيضا العبث من مقدرات الشعوب يعني هي مبدئيا من الممكن أن تكون هذه الخطوة الأولى أو أساس صحيح لما يتم تداول الآن من لم الشمل يعني لأول مرة نشهد أن هناك يكون قرار عربي يرفض قرار عربي مواحد يرفض التدخل في السياسات الداخلية للبلدان العربية لكن في نفس الوقت نحن لازلنا نعاني من تشدت البيت العربي فيما يخص القضية السورية فيما يخص الوضع في لبنان وفيما يخص الوضع في اليمن هذه كلها يعني مناقضات لما يتم تداوله حين نجد أن رؤساء الدول العربية طبعا هناك رؤساء لم يحضروا في هذه القمة حينما نجد موقف عربي واحد وحضور عربي مجتمع مكتمن يمكن أن نقول أن بدأنا فعلا جليا لم الشمل العربي وبدأنا فعلا بأنه وقف صف عربي كامل بضد التدخلات الإقليمية التي تواجه الدول العربية خصوصا الدول التي تحيطها دول غير عربية اليوم من ذلك تحدثنا أيضا عن التأكيد على مبادرة السلام العربي لعام 2002 التي تم التأكيد عليها من خلال هذه القمة العربية في الجزائر أين النقاط المضيئة في هذه القمة من خلال رؤية الباحث السياسي العربي يعني مجملا أن هذه النقاط تكون أنه الوطن العربي أو الدول العربية هي في منأ ما يحصل من حروب اليوم لو رأينا أن الموقف العربي من الحرب الروسية الأوكرانية هو يلتزم الصمت وكان رافض استخدام العم في هذه المسألة لأن هذه الحرب هي تلقي بظلالها شئنا أبينا على الواقع العربي لأنه اقتصاديا سوف نتأثر من الممكن أن تذهب للسلام هذه الحرب أن تنتهي على سلام أو من الممكن أن نذهب للتصعيد فبالتالي تحدث هناك متغيرات واسعة في المشهد العالمي التي تلقي بظلال أصلا على المشهد العربي من الممكن أن تظهر هناك أقطاب قوة جديدة تنافس الولايات المتحدة التي بوصفها هي استثأرت بالشرق الأوسط لسنوات عديدة فبالتالي ممكن أن يظهر القطب الروسي أو الصيني كمنافس عتيد للولايات المتحدة في هذه المنطقة مجمل هذا كله أن الأقطاب تتغير موازين القوة تتغير تلقي بظلالها على الوطن العربي لكن الدول العربية تعاني من تشتتات داخلية وأيضا تعاني من هناك دول عربية تكون مهمشة نهائيا من القرار العربي من معالجة مشاكلها الداخلية من الوقف كصف عربي واحد لأجل مساعدة أشقاهم العرب هذه أول قمة تعقد بعد ثلاث سنوات تناشد أو تطرح هذه البنود نأمل خيرا ونتوسم خيرا بأن تكون بنود فعالة حقيقية في الواقع العربي من خلال كل اجتماعات القمم العربية السابقة ما كان الموقف العربي موحد حقيقة في تناقل الخطابات وأيضا في إرسال نقاط مهمة يقف عندها الجميع اليوم من خلال هذه المشكلات التي تعاني منها البلدان العربية وجدنا حقيقة مخرجات حقيقية باتفاق العرب بلحمة عربية واحدة بمعرفة القادة العرب بأن المشاكل الداخلية تعكس بظلالها أيضا على المشاكل الخارجية هل العرب اليوم في قضاء تامة حول ما يجري في العالم من خلال استحداث متغيرات لبلدانهم سوف يتخذون الخطوات الرادعة بالنسبة لكل من يحاول التدخل في بلدانهم هل ستكون هناك خطط مستقبلية لمشاريع الطاقة والغذاء وكل هذه الأمور التي عانت منها البلدان العربية بسبب ما ذكرت الحرب الأوكرانية الروسية التي ألقت بظلالها على بلدان العربية اليوم أكيد الواقع العربي قد تغير سياسة العرب والسياسة العالمية قد تغيرت هناك واقع ظهر على السطح أقطاب جديدة موازين قوة جديدة واقع اقتصادي هو يحكم العالم شيئنا أم أبينا أن الدول تقوم بأمنها وأقتصادها نحن عدنا أمن لحد الآن لم يستتب بصورة جلية كاملة لدينا منابع للإرهاب كانت في شمال وشمال شرق العراق أيضا الدول العربية أغلبها تعاني من نفس الموضوع فبالتالي لو كان هناك وقفة متعاونة مع جميع الدول العربية التي تعاني من هذا الموضوع وتكون لهم خطة عسكرية مشتركة ومعالجة جذر هذه المشكلة والاقتصاد العالمي الذي ضرب اليوم الذي تغير يعني هي أول ما غير الاقتصاد العالمي هي جائحة كورونا وأكملت عليه الحرب الروسية الأوكرانية يعني اليوم أقوى الدول هي الولايات المتحدة الولايات المتحدة الآن تعاني من تضخم سياستها اليوم سياست السيد بايدن بائت بالفشل وهذا ما رأيناه في الانتخابات اليوم التي تعقد في نصف نوفمبر انتخابات الكونجرس الأمريكي تراجعت حبوض الحزب الجيمقراطة كثيرا بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية أيضا في الولايات المتحدة كتحصل حاصل هذا كله لأنه أدركت الدول العربية اليوم الاقتصاد العربي هو محرك الثورات العربية أن الدولة العربية لم يتم لديها اقتصاد قوي من الممكن أن تثار شعوبها ضدها فبالتالي أدركوا أن المصطح العام للجميع أن يتم التعاون والنائب للدول العربية من هذه المخاضات العسير التي تشمر بها العالم ومن ثم تصحيح أمنها واقتصادها الذي هو يكون سبب استقرارها الداخلي والخارجي إن شاء الله البحثة السياسية سهاد الشمر نورتنا في برنامجنا العربي بيت للكل وإن شاء الله هذه المسيجات وصلت لكل بلدان العربية من خلال تمنيات كبيرة بأن يكون البلدان آمنة ومستقرة سياسيا واقتصاديا وعلى المستوى وحتى للمواطنين الذين يحاولون دائما يبحثون عن الأمان والسلام نورتنا الله يسلمك نتمنى شكرا شكرا